بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أرجو أول الفيديو دعمي بلايك لكي يرفع هذا الفيديو أو هذه النوعية من الفيديوهات ويجد كله في أجر منزان حسناتكم وياريت اشتراك للي مش مشترك عندي يبقى على راسي اتبعث الله نبيه يونس إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام فنهاهم عن عبادتها ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل وبذل لهم النصح في تبليغ رسالة ربه لكنهم قابلوه بالإعراض والجفاء والصد فلما أحس يونس منهم الكفر بعد ذلك حذرهم من سخط الله وغضبه وهددهم بحلول عذاب الله عليهم بعد ثلاثة أيام إن لم يؤمنوا ثم خرج من بين أظهرهم غاضبا بعدما ظن أنه أدى ما عليه من تبليغ الرسالة فخرج من أرض قومه متجها نحو البحر ويبدو من النصوص الواردة في قصة يونس أن الله لم يأمره بهذا الخروج حيث وصفه الله بالآبق والآبق هو العبد الهارب قال تعالى إذ آبق إلى الفلك المسحون وكان سيدنا يونس أن يسلم أمره لله فليس لنبي أن يترك بلده وقريته ويخرج أو يهاجر دون إذن من الله لذلك نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحود في حدة وقلقه وصبره قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحود ولما رأى قومه أمارات العذاب وأيقنوا نزوله بهم تابوا إلى الله وندموا على تكذيبهم لرسولهم وفرقوا بين كل حيوان وولده ثم خرجوا يدعون الله ويتوسلون إليه ويتضرعون له فكشف الله بحلوله ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد أحيط بهم وقد أخبرنا الله أن قوم يونس نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب عليهم ورفعه عنهم بعد إحاطته بهم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كاشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يونس في بطن الحوت ولما خرج يونس عليه السلام غاضبا بسبب رفضهم لدعوته صار حتى ركب سفينة في البحر فاتربت براكبيها حتى كادوا يغرقون وكان لابد من إلقاء راكب من ركابها لينجو الآخرون وما كان من حل إلا أن يقترع ركاب السفينة فمن خرجت قرعته ألقي في البحر فلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس عليه السلام ولقد كانوا يعرفونه فأبوا أن يلقوه في الماء فأعادوا القرعة مرة أخرى وعندما لم يجدوا بدا من إلقائه لأنهم أعادوا القرعة ثانية وثالثة فخرج سهمه أيضا وفبعص الله حوتا فالتقمه وطاف به البحار كلها وأوحى الله إليه أي إلى الحوت ألا يهلك يونس عليه السلام فلا يأكل لحمة ولا ينهش عظمه وأحاطت به ظلمات ثلاث ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل ولبث في بطنه مدة الله أعلم بها وقد سمع نبي الله يونس تسبيح الحصى ودواب البحر وهو في بطن الحوت فأدرك ما استحق عليه اللوم فأقبل على الله وأثنى عليه فذكره فذكر الله سبحانه وتعالى وسبعه وتضرع إليه بأن يفرج قربه وألهمه الله الكلمات التي تبدد الظلمات وتزيل الكربات فنادى ربه مسبحا ونادما على ما كان منه قال تعالى وزنون الزهب مغاضبا فظلنا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأنبت الله عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل منها وذكر العلماء في حكمة إنبات اليقطين عليه أنها شجرة فيها نفع كثير ومقوية للبدن ويأكل ثمره بكل أشكاله نيئا ومطبوخا وبكشره وببذره أيضا ولما تعاف يونس عليه السلام أمره الله بالعودة إلى قومه الذين غادرهم فوجدهم مؤمنين بالله منتظرين عودته ليتبعوه فمكث معهم يعلمهم ويرشدهم دمتم في أمان الله